أكدت وزارة الزراعة امتلاكها معاملة معتمدة دولياً في فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والنباتي كما أن صادراتها الزراعية تتغزو حالياً معظم أسواق العالم وخلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية بالرياض أشار وزير الزراعة السيد القصير إلى تحقيق مصر رقماً تاريخياً عام 2021 في الصادرات الزراعية حيث تجاوزت 5.6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا كما استعرض القصير مع نظيره السعودي الإجراءات التي تتخذها مصر على صادراتها للخارج حيث تطبق المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبي